أنت فيزيك اللي أنت لابسه النهاردة وديع وبسيط البيج على الأبيض سلام وأمان إيه اللي بيقدر يضيفه مخرج زي محمد سامي لحد بالشخصية اللي تبدو وديعة كده قدامه حاجات كتير إنه مرضى بيطلعها الزايع حاجات كتير قوي أولا بابتسمته يعني هو يخش عليك يعني قولي شوية من الحوار حوالينا الشخصية دي بينك وبين المخرج محمد سامي أنا هتكلم على اللي حصل معايا أنا يعني هو كان دايما يخش لي الصبح أو أول ما قابله الصبح يروح ببسيس لي كده وجداحك الدحكة بتاعته دي وبتسم وبعي يقول لي ها حضرت يا بلال ماشي يلا بينا توقع الله يشحنك يعني هو كمان بتعمل تيك وان تيك تو ولا بتعمل من تيك وان وخلاص على حسب يعني المشهد اللي أخد أكتر من تيك بقول الحمد لله مش كتير لأنه هو فعلا الأستاذ محمد سامي بدخلك في الحالة كلها يعني ما بتبقاش حتى التيك التاني ده بسبب نحنا ممكن يبقى بسبب يعني صوت أي حاجة حصلت خارجة عندنا يعني لكن هو الحقيقة بيدخل أنا سبق قلتلك أنه بيدخل ممثلين قدامي ينعملوا مشاهد وحنشوفها قدام جاي يعني المشاهدين ثلاثة فأحلى أحلى 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 حالاته إيه اللي أنت أضفته كمجد بدر الفنان اللي ليه خبرة على دور بلال شامة وأقنعت بي محمد سامي في بلال شامة في بلال شامة والله مش عارف بس هو يعني الحمد لله كل مشهد كان بيقولي كلام حلو يعني إيه الإضافات اللي ما كانش محمد سامي حطيتها بس دي بقى الخبرة والتعامل ممكن طبعاً من نظرات العين في حقات بسيطة كده رأكشنات حاجات يعني مثلاً إحلاوت كلمة إحلاوت اللي كان بتطلع في البرومو دي هي طلعت مني معرفش إزاي طلعت غزباً عني ما كانتش موجودة في الحوار ولا في السيناريو يعني فعجبته جداً إنت حلوة دي بتاعتك هي مش لازمة هي كلمة طلعت في موقف آه واتخدت واتخدت ممن الرجل